ومن ضمن القرارات الخاطئة في عام الثورة عودت أفراد الشرطة المفصولين وعودت أفراد الشرطة المفصولين دول كان مفصولين لأسباب شرفية لجرائم شرفية إما مخدرات إما شزوز إما سرقة إما رشوة غياب بدون إذن هؤلاء انفصلوا أيام نظام مبارك اتفاصلوا وبعد يناير وبعد محاكمات وعيدوا جه الوزير في أيام الثورة في الوقت ده طلع قرار بعودته عشان يمتص وامتصاص تخرب طيب وكان بعضهم بالسجون وكان آه عملهم في السجون ووزعوهم بقى على المدريات وعلى المصار شو كانت مشكلتهم مع مصر واحد بقى اللي هو كان متعين متعين فوق العنابر الحراسة فشاف صفوة الشريف وأفراد النظام بيصلوا الجمعة قال لهم أنت ينفع لكم صلاة دنت وقعد يشتم فيه طبعا أنا جالي الخبر فأقولت لأ طب من ده ابني هاتوا من فعصالتوا لقيتوا من اللي كانوا مفصولين ورجعوا طبعا ننقله هو منين قالوا من ده منهور فرح على ده منهور ما فيش فيه أفراد نظار قعد يتردد على وسائل الإعلام عشان يقول ده مساعد الوزير للسجون متعصف معايا ونقلني فبقوا رؤساء التحرير لأن أنا كان منفتح على الرجال الإعلام بناء على إذن من السيد الوزير منصور إيسوي للرد على الشائعات فأقولوا لأ ده حصل كذا وكذا تمام والآن توضحوها كذلك